في البداية بقى عايزين نعرف ايه هي هيئة التنمية الصناعية التنمية الصناعية ليه هيئة مستقلة صدر بها قانون سنة قانون 95 لسنة 2018 2017 اه 2018 وهو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والقانون ده اصبح الهيئة حق اصيل في تنفيذ وادارة النشاط الصناعي في مصر كما لها حق الاصيل في طرح الاراضي الصناعية في داخل جمهورية مصر العربية ولها الحق في تنفيذ وادارة ووضع السياسات الخاصة بالصناع في مصر وهي الهيئة الخاصة باصدار رخص التشغيل والسجلات الصناعية وموافقات البيئة بالنسبة للانشطة منخفضة الخطورة واحنا كمكتب استشاري بنقوم بمجموعة من الخدمات الخاصة بالسير في اجراءات رخص التشغيل والسير في اجراءات السجلات الصناعية كما لنا كمان باع في اصدار موافقات البيئة كما لنا باع في استخراج رخص البناء للمصانع والشركات وإعداد رسومات الهندسية الخاصة بإجراءات رخص التشغيل ورخص المباني تمام نفهم من كلام حضرتك أن الهيئة الصناعية هي المختصة عن كل شيء خاص بالصناعة تمام والمكاتب الاستشارية يعني زي حضرتكم بيساعد المشتسمر أو أي حد حبيب أن نعمل مشروع أنه يستخرج الأوراق كلها بكل سهولة يعني بيساعدوا على ده